تأكس التظاهرات الشعبية الحاشدة التي تأججت في الجنوب العراقي وباقي المحافظات الغضب الجماهيري من أداء الحكومات المحلية وفشلها في إدارة ما ألقي على عاتقها إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى إيران المستفيدة من أعمال العنف التي تخللت سلميتها في محاولة مفضوحة لإخراجها من طابعها السلمي واستهداف أكثر من عصفور بحجر واحد إن ما حصل في البصرة من أحداث وبحسب محللين جاء نتيجة توقف إمدادات الكهرباء والماء الذين تستوردهم المحافظة من إيران وهي بذلك أي إيران أرادت إشعال فتيل أزمة في جنوب العراق والأهداف واضحة عرقالة تصدير النفط العراقي ودفع شركات النفط الغربية والروسية للضغط على واشنطن لفك الحصار عليها وإيجاد اتفاق سلمي معها لا يعقل بأنه اليوم المتظاهرين يقوموا بهذه المسائل السلبية اليوم هذه وراءها أجندات خارجية وهذه الأجندات الخارجية على أي مسألة استندنا نستند على المسألة العقوبات التي اصدرت من قبل أمريكا حول مسألة النفط وتصدير النفط ويسعى جواسيس طهران المندسين في صفوف المتظاهرين إلى تحويل المسار السلمي للتظاهرات إلى عنف وتخريب وفوضى عبر اقتحام وإحراق المؤسسات الحكومية لتشويه صورة المتظاهرين ومحاولة إظهارهم وكأنهم مدفوعون من هذه الجهة أو تلك إلا أن إيران تبقى في الواجهة خصوصا بعد إلقاء القبض على عدد من الإيرانيين وهم يحاولون إحداث شغب العمق الإيراني عادة ما يكون بالجنوب والفرات الأوسط اليوم المظاهرات هي في الجنوب والفرات الأوسط الشعب العراقي يستطيع أن يحدد بوصلة من هو مع العراق ومن هو ضد العراق هذا وتستهدف إيران رئيس الوزراء حيدر العبادي وتسعى للحيلول دون استمراره بالنظر إلى مساعيه لتحجيم الميليشيات الموالية لها ولذلك فإيران هي أكثر من يسعى إلى إذكاء العنف لتتطور الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه